للشعب المصري والأمم الإسلامية بخير وسعيد مخضر دك طبعا شرف لها كتب كابت المطاطس مشرفني من نور دي أهلا بيك يا جبت السيف برك ايه تمام الحمد لله كل كويس تمام بخير في قطاع كويس في بيراميتز؟ الحمد لله اه الحمد لله اه عندنا حاجات كويسة وحاجات مبشرة عمل شغل كويس بكرة والله ياه ان شاء الله خد بالك احنا برضو ولادنا يعني ولاد البنادي بيحضاروا كل المطشاط يعني احنا مش عاملين يعني مش مودين الولاد خاصة للمطش ده هو احنا كل المطشاط اللي على ملعبنا أو في القاهرة ولادنا كلها بيدخله بس بس اللعيبة دي قدام الأهل والزمالك بتقدر توجههم في التشجيع ولا بتسيبهم؟ لا احنا بيوجيش بس هما الولاد خلاص يعني هو بيع في بيراميس فطبيعي انه هو هيشجع النادي بتاعه حتى لو هو انتمقه حاجة تانية ممكن انتمقه حاجة تانية في مطش تاني لكن في مطش بيراميس هيشجع بيراميس شكرا شكرا في الموضوع عشان حسك مش بيسدقت شكرا في الموضوع ده طبعا ندعك لي يا كبسون بس للطبيعي الولاد صغير يعني انت عارف كتبين الكرة في مصر الأهلي أو زمالك فطبيعي اله هو حتى لو دخل ويسيرا اللي هو يخش وبعد كده بيشجع النادي اللي هو عايز يطفل مش الطبيعي لانه هو في النشئين وهو بيلعب بيلعب ضد الأهلي برضه يعني هو لما يجي يلعب ضد الأهلي هو نفسه بيلعب ضد الأهلي عايز هو يخسر؟ عايز الأهلي يكسب؟ لا طبعا هعايز نفسه يكسب فلا مش طبيعي هو الطبيعي لو حد تاني لو حد غريب أو لو هو عنده انتماء معين كابتل لو لقيته انت بكرة بيشجع الأهلي انت هتتملي تقوله ايه؟ هوقفه بقى لا 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 مش فيش كده ايه يعني؟ يعني مش عمل حاجة بس هم مش هيحصل بس مش هيحصل طيبة كابتل انا اقول هايحصل كافة ها؟ بيحصل اصلا كنت في تجربة تاعت نفسك التجربة دي مع مهندس ماجد سامي ودي دجلة تعرف ودي دجلة القطاع كله اه بيروح برضك الموتوش تاعت الأهلي والزمالك كنت بتودي القطاع كله اه كان بيروح موتوش تاعت الأهلي والزمالك اه كان بيروح في كل الموتوش شبقوا مين بقى؟ الاولاني دجلة وبعد الكلام بيحصل النتيجة بتتغير طبيعي الولد بمساء سيطر عليه في فرق اه كابتال بمساء اه من النتيجة تغير ورد بيشاجع الأهلي اه ما شدنا بتغيره كنترول عليه في فرق اه بين فرقة بتنافس وبتلعب أفريقى من فرقة في نص الجدول او بتلعب الأهلي والزمالك عادي زي اي فرق تب تلعب تتكلم بتموطش نهائي كاس عارك بترد على المساء في الحتة دي اه في حتة ودي دجلة بترد عليه اه اه اصلا هو بتتكلم عن اه طبعا انا ما بنكرش كده بس لما يبقى ودي دجلة ودي دجلة ليه شعبية أقوى من برمز لما يبقى ودي دجلة بيلعب نهائي كاس مش هيبقى فيه اللي بيقول ابو مساء اه ده انا اقول الانتماء الانتماء واحدة كانت تصوير راجل راح بناس وهم بيقولك بقى في أثناء المباراة لأ الدنيا وخالي بقى كانت ان ده من زمان قديم الأزل يعني لما رح مثلا نروح المنصورة مثلا وكل مع النادل آلي شوية انت عارف جمير المنصورة دي مفيش كنترول محدش تكلم عليهم يعني دول حاجة في حتة تانية خالص اه طب خلينا نطلع من حتة دي نروح بقى للمباراة لعبة برمز احنا عارفين ان جمهور الأهلي هو اللي حيكون حاضر في اللقاء جمهور الأهلي حيبقى مؤثر ولكن لعبة برمز عندها من الخبرات مع برمز في مباراة كتيرة أمام الأهلي ان الأمور كانت بتمشي عادي يعني مظبوط عندنا لعبة بتقدر تستحمل الضغط الجماهير لأنها لعبة أمام جمهور كتير سواء في المنتخب أو مع النادي وصد مدى الأهلي أو نادي الزمالك أو مع الأنجال المختلفة اللي كانوا جايين منها لأ عندهم برضو من خبرة لأنهم يعرفوا يمتصوا أو متعود على ضغط الجماهير بالعكس أنا شايف أن اللعيب عندنا من خبراتها ضغط الجمهور هيبقى حافز لها حافز لها